السلام عليكم احبتي. انا راعد الجعفري. درسنا اليوم عن لبنت او بلوك اسك ان ويت. من نروح على مجموعة سنسنج ونختار اسك وهنا هذا البلوك الابيض هذا نكتب به طلب معين او معلومة نحتاجها نسأل عنها. وننتظر شنو الاجراء اللي يصير بيها بالبرنامج. شنو فائدتها? الاسك فائدتها انه تاخذ قيمة من اليوزر. اليوزر منه? اليوزر اللي هو مستخدم للبرنامج مالتي اللي انا سويته. انا كابو مرمج انا صانع لبرنامج. شنو فائدته? ياما لعبه ياما برنامج يساعد اليوزر المستخدمين بحساب عمل معين اما يحتاج من عنده مثلا فد ارقام ايجاد ايجاد مثلا معادلة رياضية زين. شلون ااخذ القيم? انا اسأل عن قيم معينة. ابرمج ابرمج الكود مالتي او ارتب الكود مالتي على اساسها. ومن ينطيني القيمة اشوف انه هي مناسبة او لا صح او خطأ. زين. شلون ااخذ القيمة? ااخذ القيمة اللي هي العنبوت نسميها. ااخذها من هذا الاعاف انه انا اسأل عن قيمة معينة. وهو من يكتب لي القيمة انا راح ااخذها او القاها بمتغير ثاني او بلوك ثاني او لبنة ثانية اللي هي اسمها الانسر. هسا نجي شوف هنا الانسر تختلف عن البقية احنا يمهى هذا المربع على بيض. هاي شنو معناه? معناه لو انا خليت به صح. شوف الانسر وان طلعت. طلعت هنا من انتظر من القيمة. راح اشير الصح وانتبه انت على هذا المربع. انتبه على هذا. راح اشير الصح. راحت. رجعت. تمام? هذا على مود شو يعني يعرض لي. زين. هاي الاسك. لو هسا انا نفذت. انا على القطر راح انفذ واشوف شنو اللي يريد. زين. شوف. ما مكتوب هنا. ما مكتوب هذا الحقين. وين ظهر? ظهر هنا كمسج الي انه يسألني. سؤال. اسك. شنو اسمك? هذا المربع اللي طلع احنا. هذا معناته انه شنو? معناته انه هو حتى يكمل تنفيذ البرنامج. هو محتاج. اجابة من عندي. اني اليوزر. اني مستخدم هذا البرنامج. يحتاج من عندي اجابة. حتى وين? حتى يدخلها. اه ضمن الكود مال. فمثلا هنا راح اكتب له. مثلا محمد. تمام? ياما اضغط انتر. ياما اضغط صح. وين صار محمد? لو اجدنا على الانسر. لقيت محمد بالانسر. او عرض ليه هنا. اي بمعنى. القيمة. اللي. انا اسأل عليها المستخدم. القاها وين? القاها بالانسر. او يخزنها اليه وين? بالانسر. فمثلا لو جيت هنا وغيرت له السؤال. وقيت له اسأل المستخدم عن كم يبلغ عمرك. ايضا سؤال اسك and wait. انا راح اسأله وانتظر شنو الاجابة من عندها. انا ما اقدر اخلي له اجابة. انا كمبرمج. فمثلا لو جيت هنا انا وسألته. اتغير السؤال. شفت? كان. هسا صار كم يبلغ عمرك زين. هنا بما انه عمر فاني لازم ادخل له مثل ما اقول اه 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 رقم. فى 34 راح اقول له انتر. تشوف الانسر هناش صار به هنا تغيرت قيمة الانسر وصار 34 أي بمعنى أنه كل أستخدمها أو أسأل بيها اليوزر عن قيمة معينة عن بيانات معينة عن داتا معينة أحتاجها أنا ببرنامجي راح ألقاها وين باليوزر زين أنا شلون أستفاد من عدها زين أنا سألت وجدت بالأنصر وعرض لياها هنا زين مرات ما أنا ما أريدها يعرض لها أريدها لا أريد أستخدمها أجرع عليها معالجة يعني أتعامل وياها وبعدي أعرضها فمثلا لو قلت لها لا أنت عرض لياها بس عرض مكان الصح فراح أروح على اللوكس مثلا وأقول له سي سي المن للأنصر خنشوفه إحنا ننفذ خنخليه هنا طيب أفلاك فراح أضغط على أفلاك مباشرة نقل كم يبلغ عمرك راح أقول له مثلا 34 أضغط ENTER عرض لياها مين عرض لياها شنو الخطوات ضغطت على أفلاق لقى ASK سألني ورما سألني انتظر من عندي إجابة من أنطيت الإجابة وين راحت الإجابة نخزنت بالأنصر الأنصر عن وين خليتها بسي بالشو يعني عرض وعرض لياها بعد أي أنطيت الأجابة وأتمنى تكون هذا البلوك أو هاي اللبنة مفهوم عملها Mihai المشاريع الليفجية راح نستخدمها حتى نبين أكثر من عملها وشنو فاعدتها مع السلامة